غيابات عديدة بتضرب النادي الاهلي قبل مواجهته المرتقب أمام شباب الوزداد يوم الجمعة الجاية إن شاء الله في الجزائر وفي كل الخطوط للأسف بداية من حلصة المرمى أكيد طبعا هيغيب محمد الشناوي بسبب إصابته مع المنتخب المصري في الكان وبرضه الزنفولي الحارس الجديد هيغيب بسبب عدم الخيد خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد برضه مش هيلعب بسبب عدم الخيد خيد عبد الفتاح هيغيب بسبب الإصابة ومحموم تولي المساك برضه هيغيب بسبب الإصابة لما نروح لخط الوسط أحمد نبيل كوكا برضه هيغيب بسبب الإصابة وللأسف برضه في الساعات الأخيرة أليو ديانج شعر ببعض الآلام في الرجبة فربما احتمال برضه إن هو ما يلحقش المباراة يوم الجمعة خط الهجوم برضه للأسف حاله مش أفضل حال بيرسي تاوي العائد من جنوب أفريقيا هيغيب بسبب الإجهاد كريستو اللي تقلق بشدة في المباراة الوديل الأخيرة للناديل الأهلي للأسف برضه عنده أصابة مش هيلحق المباراة أحمد عبدالقادر ده يعني كان عنده غياب بسه ملسا منعرفش الجاهزية بتاعته تبع عاملة إزاي فنستنى إن شاء الله ربما يلحق بالمباراة والأخيرا أكيد الوافد الجديد وسام بن علي المهاجم الفلسطيني برضه هيغيب عن المباراة القادمة بسبب الإصابة ترجمة نانسي قنقر